أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة فعاليات الدورة الرابعة من مبادرتها البيئية الرائدة توزيع الشتلات في المؤسسات الحكومية والخاصة بالتعاون مع هيئة الشارقة لإذاعة والتلفزيون حيث تشمل توزيع أصناف مختلفة من شتلات الأشجار والأعشاب والنباتات من بينها الريحان والسدر والأراك والسنامكي والغافة وأكدت سعادة هنسي في السويدي رئيس هيئة البيئة أن المبادرة نجحت على مدار ثلاث سنوات في توزيع قرابة 15 ألفا وأربعمائة شتلة من النباتات المحلية المختلفة على موظفي وموظفات المؤسسات الحكومية والخاصة ومن المستهدف إشراكوا أربعمائة من موظفي وموظفات هذه الجهات في الإمارة هذا العام في تنفيذ المبادرة وتوزيعها على المستهدفين من سكان الإمارة بداية نشكر هيئة البيئة والنحنية الطبيعية على مبادرتهم الحلوة والتي هي تعزز الدور الحيوي وترسخ مبدأ الثقافة البيئية والاستدامة كذلك طبعاً نحن في هيئة الشارقة أول ما علمونا بالمبادرة بالعكس رحبنا في المبادرة وقلنا أكيد بعد موظفينا بيستفدون من هذه المبادرة سبعاً كان لزراعة النباتات أو الشتلات في المنزل أو في العزب والمزارة ترجمة نانسي قنقر